والصلاة والسلام على سيد الأنام الذي قال في الحديث الصحير إذا أسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة قالوا ومتى ذلك يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام إذا أسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة أيها الإخوة الكرام الأحباء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تهتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدة المسلمون كلبنا ونحن أمة واحدة وكل بنيان المرصوص ونحن في يوم هو يوم الاستقلال هذا الاستقلال الذي أرجع للشعب الجزائري حرية بفضل الشهداء وبفضل دمائهم وبفضل الله سبحانه وتعالى أولاً وآخراً أيها الإخوة الكرام الاستقلال معناه الحرية الاستقلال معناه نهاية الظلم والاستبداد والقهر والطبيان الاستقلال الاستقلال معناه الحقوق الاستقلال معناه حرية التعبير وعملاً بمثل هذا اليوم إن شاء الله سنقف مع إغوالنا وقفة لوجه الله الكريم سبحانه وتعالى الذين كانوا رؤساء وقادة للشرعية فإذا بهم بين عشية وضحاها أصبحوا في الزناس وتحت الإقامات الجبرية وهذا ظلم ينبغي أن لا يسكت عنه ولذلك في مثل هذا اليوم يوم الاستقلال أقول لإخواني بإذن الله عز وجل سنسجل وقفة وسنسير بإذن الله عز وجل مسيرة إلى السفارة المصرية من أجل أن نندد بالانقلاب على اختيار الشعب هذا ما سنقوم به وكل إنسان شيخ كبير أو إنسان مريض أو إنسان لا يستطيع أن يتملك في أعصابه أو يتصرف تصرفاً وربما غير لائف هو في حل من أن يمشي معنا فالذي يمشي معنا هو الذي يتملك في أعصابه والذي يصبر ويحتسب لله تبارك وتعالى هذا هو الذي نقوله لإخواننا بإذن الله تبارك وتعالى ونقول لرجال السرطة إن المدير العام للأمر قد أدلى بتصريح لجريدة الشروق مؤخراً وقال بأن الشرطة ينبغي أن تتعامل مع المظاهرات في إطار حقوق الإنسان ونحن لا نخرج عن هذا الإطار حقنا في التعبير في المسجد وحقنا في التعبير في الشارع ونسأل الله عز وجل الهداية لنا وللكميع إذن أقول لإخواني أكرم ينبغي علينا أن نضبط أنفسنا وأرث من الإخوة أنهم إذا رأوا مني أرأوا شرطة تعتدي علي فلا يتدخلوا نحن نسأل الله عز وجل كل ضرقة وكل إهانة نحتسبها لوجه الله الكريم سبحانه وتعالى ونقول لكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة مراحل الدعوة وهو يبلغ دعوة الله عز وجل كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة نحن نخرج إن شاء الله لكن أرجو من الإخوة أنهم يتركونني في المقدمة أمشي بإذن الله عز وجل وأن يكونوا من ورائي ونحن سنرى إن يفسح فهنانا الطريق لنصل إلى استفارة لأن العصر ما زال طويل الحمد لله رب العالمين الوقت طويل وأن نقول كلمتنا في هذا الحدث العالمي بإذن الله عز وجل وبرك الله فيكم وأحسن الله إليكم ومن لا يستطيع ومن لا يستطيع فهو في حل ولا يكذب الله بها نفسك إلا وسعها وعلم بالدعاء إلى نعم